أشار العبد ربو إلى أن الفصائل المسلحة تدخلت بالكثير من المزايدات واستولت على أراضي في محافظة نينوى لافتاً إلى أن بعض الفصائل تجاوزت على قوت المزارعين وهو أمر لا يمكن السكوت عنه المكاتب الاقتصادية تعمل بشكل كبير في محافظة نينوى وأنا جاءت معلومة قبل كم يوم أنه الذرة الصفراء مسيطرة عليها جهة مسلحة أنه هاي الحنطة اللي ينطوها للفلاحين ما أحد يقدر يحمل إلا بموافقة فلان عمي إحنا ولد المحافظة إذا نتوازع على هذا الشغول يصير خراب صح لا تحاربون الناس بأرزاقها أنا واحد راح زارع لي ليطلع له عشرة نون خمسة عشتان أذرة ما تقبل جنابك إلا عن طريقك وعن طريق أنت على أساس منين هذه مشاركة يعني مو مشاركة يأخذ ثلاثة أربع والله الحنطة تتوزع للفلاحين والله ما يش اسمه إذا ما أنطي أمر فلانجها هي اللي تعبر السيارات وما تعبر السيارات هذا موروع بأمانة أقولها بكل صراحة ما ينسكت عادي ولا نقبل أن يصير بينه يجي إحنا 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 نطينا زلم داعش كتلت من عندنا خيرة الزلم بيوتنا مفجرة فما عندنا مشكلة إذا إذا ذول الناس أيضا نكاونهم أعبد ما عندنا أي مشكلة ترجمة نانسي قنقر